الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن وعلاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الليلة التي لربما كانت آخر ليلة نعم أيها الأحبة أسأله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات من النار وربي كريم سبحانه إذا أردنا أن نتحدث عن الفائزين ليس معنى ذلك أن يقف أحد من الناس أمام الشاشة متحسرا أو أن يضع يده على كتفه أو على خده ويبكي على كتف أمه ولا أن يتحسر على ما فات أبشرك لا زال رمضان ضيفا ولا زالت طنبه لم تقوض والأعمدة لا زالت مرفوعه ممدودة ورب العالمين بالختام يختم لعبده والعبرة بالخواتيم لكننا سنتحدث عن الفائزين أولئك الذين إذا فتحنا مسجدا كما كارونت في المقدمة هناك أناس أيها الأحباب وجوهم كأنما الشمس تجري فيها عيونهم قد ذبلت من السهر يناجون رب العالمين يرون في رمضان منجم وموسم من مواسم الجنان يرون رمضان نعمة ووالله إنه النعمة بعضهم لا زال يتلذذ بفرحة بلوغه ويتلذذ بفرحة فطره وينتظر الفرح الأكبر يوم أن يدخل مع باب الرياني ذاك الباب الذي لا يدخله إلا الصائمون نعم الفائز في رمضان معاشر الأحباب ذاك الذي جعل رمضان مدرسة التقوى فجعل بينه وبين عذاب الله وقايا نعم لعلكم تتقون ولذلك تجد أنه يبحث عن كل باب يرضي الله فيدلف معه أليس هذا الموسم الله الذي أشرع أبواب الجنة فيه وغلق أبواب النار نعم معاشر الأحباب والله إن بعضنا في شعبان لو مات لربما ما سيق إلى الجنان لكن لو مات الآن بعد رمضان والله إن أبواب الجنة تناديه وإنه لربما البعض بل أنا أقولها ويسمعني البعض الآن مقصر والله لو الليلة انكسر هذه الليلة لربما كانت ختام رمضان ولربما كانت قدر لأنها من ليالي الأوتار وهي ختام هذا الموسم المبارك لو انكسر توضأ ودخل المسجد ورفع الأياد يا رب يا رب هذا الرب رحمته وسعت كل شيء رحمة وسعت كل شيء رب العالمين لا زال أبواب الجنة يفتحها والنار قد أمر بإغلاقها لذلك من الفائزين من جعل رمضان مدرسة التقوى ومن هنا تجد أنه يتصاعد لاحظ الفائز لا ينقص بل يزيد ليس ذاك الذي كان ينشط في أوائل رمضان ثم يفتر في أواصطه ثم ينتكس في أواخره لا هذا الرجل يتصاعد والمرأة يتصاعد في الإيمان هو اليوم أنا ما نسيت دمعة رجل كبير في يوم من أيام رمضان في أعوام متأخرة أتيت إليه مع ابنه وهو قد اعتكف العشر الأواخر وكان يقول الله يجعل الليلة الليلة مهيب ختامها يريد أني كأنها كانت ليلة التاسع والعشرين يريد أن نكمل فنصل إلى اليوم الثلاثين فلما قيل لقال لي ابنه والله ما أقدر علم بوي ولا أخبر بوي أن قد هل هلال شهر شوال فأتينا إليه كأننا نخبره بفقد ابن الله والله كأننا نقول ابنك قد مات أو أن تجارتك قد احترقت أو أن الطبيب قرر قطع قدميك والله أنها أهوى عليه فلما قلت له يا بفلان يا أبو عايش ترى الوالة ترى بشرك أبشرك ففتح عينه وص مصحفه منشور وشميغه أذكر شعره ثغامه بيضاء وغترته مرمية فلما قلنا له غدا شوال بكرة العيد أخذ غترته غطى وجهه وله خنين قلت أنا لست تفرح بنعمة الله بإتمام العدة فنكبر الله قال لا بس خوي ما ودي فارجني يا شيخ وليفي ما أبيه روح عني يا شيخ لذ تنفيذ المسجد ما معه أحد معتكف إلا هو وكان يناجي الله كان في جنة وأقسم بالله إن المناجين لله في جنان هي القلوب يا أبو عبد الله هي القلوب هي عروج الروح إلى الله هي لذة المناجات لرب الأرض والسماء هي الفقه في لماذا شرع الصيام الصيام أيها الأحباب معناه تترك المحبوبات حتى تغرب الشمس تترك ما كنت قد ألفته في عام كامل كل ذلك طاع أهل الله تعيش المراقبة تعيش المناجات تطمئن لأن أبواب النار غلقت مارد الشيطان قد صفد معنى ذلك يا أخي الصوم لي والله يكفي في رمضان قول الحق الصوم لي الصوم لي وهو سبحانه العظيم والعطية على قدر معطيها أحبابي أهل الصيام لا يغترفون حسنة أو حسنتين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أبواب مشرعة اغتراف من الحسنات ولذلك أيها الأحباب لأيه يفرح بالصيام ألا يفرح بالفطر وأنا أنادي الجميع لا نكره نحن في يوم العيد يوم العيد لا والله ولا نقول بعض الرسائل أحسن الله عظم الله أجركم في رمضان لا يا أخي الحبيب أسأل الله أن يقبل رمضان ويجب أن نفرح ونحن أمة يجب أن تفرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لا هذا من فضل الله وهذا من رحمته لكن يا أحبابي الشيء أنت يا أخي لو عندك صديق محب وقعد معك وعايش معك وتخشى أن يفارقك فإذا هو قد حزم أمتعته وإذا هو جه سيارته قال والله لا أبود من الفراق وكتب الله على أهلي هذه الدار أن يفارقوا وإنت تودعه والله تضمه أنت تقول يا أخي ودي تقعد عندي لكن رحل دوامك رحل بيتك رحل هلك ما أستطيع عنك لكن إنك تذهب وتأخذ بطعة مني تأخذ قلبي معك ولذلك أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعيشون رمضان العام كله اللهم تقبل ثم الستة الأخرى اللهم بلغنا فبين تقبل وبلغنا عاشوا العام كله رمضان لذلك من أعظم الناس ونقول أحبتنا هذه الليلة تكفون اللي ما ذاق الاعتكاف يعتكف اللي ما ذاق المناجات يناجي اللي ما عصر عينه ودمعت فليعصرها اللي ما قرأ من القرآن ما قرأ فليقرأ انكسر بين يدي الله لأن السعادة في العيد يحددها هو هذا القلب الذي انكسر بين يدي رب العبيد سبحانه كلما كان الخلوة بالله كلما كان الشوق في شهر شوال في أوائله أسأل الله جل وعلا أن يجعله عيدا سعيدا الشيخ الكريم ما هي أعمال الفائزين برمضان في ختام هذا الشهر الكريم وفي آخر لياليه إن شاء الله عز وجل و لتكبروا العدة التكبير و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداكم إكمالوا العدة إما سواء بإتمام العدة بالثلاثين أو رؤية الهلال فنصهم 29 يوما و أنا بعض الناس الآن مشغولين إذا بدأت تكمل مهو كامل بنشوفها الليلة إن شغل أنت هذا ليست مسؤوليتك الهلال متيهل إذا هل رأاه الناس أخبروك فأفضرنا المحكم العليا و لي الأمر قد أوكل لها ذلك و الفطر يوم أن يفطر الناس و الأضحى يوم أن يضحون القضية هو يا أخي الحبيب أكمل العدة و كبر الله إذا من الأعمال تكبير الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر و لله الحمد منها أيضا تجهيز تلك الزكاة البدن التي هي زكاة الفطر أن من رحمة الله بنا أنه يعلم أننا لابد أن نقصر و لابد من نظرة خائنة أحيانا من كلمة تخرج من الإنسان في حال غضب من تقصير محدد من ثقل على طاع طاعة إلى غير ذلك من تأخير صلاة الجماعة أحيانا للرجال ثم هذه الأخطاء التي لو جمعت من ثلاثين لو كانت تجمع في كرتون و رميت على واحد يمكن تقتله و لكن الله جل وعلا جعل لها كفارة و جعل لها طهرة و جعل لها نقاء للبدن إنها صاع أربعة أمداد كيلوين و نصف أو كيلوين و أربعين قرام أو على الأتم ثلاثة كيلو أخرجها من أفضل طعامك فهذا يعد طهارة لك مما لحق صومك من لغو و من رفث و من أي نقص مما يسبب نقص الطاعة إذن زكاة الفطر و جميل الإنسان أن يخرجها طيبة بها نفسه و أن يكون من أطيب ما يأكل هو و أهل بيته الثالث الثالث أيها الأحباب أنا أقول هذه بس هذه بين قصين انشروا الفرحة في بيتك ترى بعض الناس في ليلة العيد تجي خفقه كذا يعني عجلاه يلتمس و يلتمس فعلا و يبدأ يصايح أطوذى و ألعوذى ردوذى جبتوذى أركض الله يرحم والديك و أهدأ و أبشر أبنائك كما بشرناهم برمضان بشروهم بالعيد و الله إنها بشراء الحمد لله أبنائي أننا لا فاقد و لا مفقود و أننا و لله الحمد أبنائي نحن صمنا و اليوم نفطر يا أبنائي أجرنا على الله و ليس علينا أبنائي من فضل الله بلغكم الله هذا الموسم و ها نحن نتم في أمن و إيمان و صحة في الأبدان و اجتماع الافتراق نشر الفرحة في البيت و هذه هندسة لا يجيدها إلا العظماء من الآباء و الأمهات الذين فعلا ليست الفرحة أن تتلبس الطفل يؤثوا بالعيد و هي تضربه البس زين ها و تخنقه خنقا و تربط رأس البنية ربطا و لا تسقط و أي أكذا و لا توسخ ثوبك و لا يا حبيبي خلك الله يجزاك خير خلوكم حقيقة فرحة خلوكم فرحة للعيد أيضا مما يختم العيد به هو تجهيز الثوب الجميل و نحن نلبس أجمل ثيابنا في يوم العيد طاعة لنبينا عليه الصلاة و السلام مع أن الله أمر كل قائم بين يديه أن يأخذ زينته يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كان عليه الصلاة و السلام يلبس أفضل ثوبه و كانت له حلة للوفود و حلة يلبسها عليه الصلاة و السلام في عيد الفطري هذا العيد المبارك منها أيها الأحباب ما أجمل و أنا أعلنها الآن و قلناها في أذكر في الحلقة الماضية أحبابي جهز قائمة بمن لا تحبهم و لا تصلهم و بينك و بينهم شر و بينك و بينهم قطيعة و بينك و بينهم مزارق شر و مزارق خير و لا تحبهم و لا تحب أن يذكروا اليوم جهز هذه الليلة هذه القائمة ليكونوا أول من تصل في العيد إن استطعت أن تنتصر على نفسك في هذا العام بالاتصال على من كنت تقطع و تهجر و تبغض بل إني قلت مرة و أقول لك اليوم الفطور اليوم و إن تأخذ التمره الله يغفر لبفلان و بفلان و بفلان و تلك لأم فلان من هم هؤلاء اللي مني بحبهم هؤلاء أدعو لهم يا شيخ عسى ما أدعو لهم بالساحق الماحق لا 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 ساحق ولا ماحق لكن أدعو لهم أن الله يهدي قلوبهم و أن يبدل همهم فرحاً يا أخي دعوتك للمسلم في ظهر الغيب مستجابة و هناك ملك على رأسك يرد آمين و لك بمثل يعني لو دعونا لهم عند الفطر إنما ندعو لأنفسنا الله أكبر جميل إذا علم الإنسان أنه يعامل ربه علم أن الذي كتب عليه الداء و البلاء و المرض هو الذي يسمع أنينه و يسمع دعاءه الذي سمع دعاء ذنون و هو في جوف البحر و دعاء أيوب عليه الصلاة و السلام و هو ينادي ربي إني مسني الضر و أنت أرحم الراحمين أبشركم أن الأجر لا ينقص لأنكم تعاملون رباً عظيماً الله جل وعلا جعل البلاء بأبدانكم ليس كرهاً لكم فوالله إنه يحبكم و الله يحب عبده أكثر من حب أم العبد لابنها الله جل وعلا كتب الداء ليرفع لكم المنازل عنده لا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض و ليس عليه خطيئة نعم أبشروا و أملوا فإن الله جل وعلا يكتب لكم الأجر كاملاً فإنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً كما قال عليه الصلاة و السلام أبشروا و أملوا دموعكم و أنتم تناجون ربكم إن الله يراها و أنينكم إن الله يسمعه سمع الله مناجات و محاورة خولة بن ثعلبة لرسول الله مع أن عليه الصلاة و السلام مع أن عائشة كانت بين خولة و بين الرسول عليه السلام قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها و تشتكي إلى الله الله سبحانه يسمع لا لا تبكي أيها المريض بكاء القانط إياك أن تقنط فلك رب لا زال سبحانه يرفعك بهذا البلاء فلربما كان لك منزلة في الجنة لن تصلها بصيامك و لن تصماها بقيامك إنما بصبرك و يوم القيامة إذا رأى الخلائق كيف يعطي الله أهل البلاء كيف يعطيهم الأجور تمنى أهل العافية لو قرضت أبدانهم بالمقارض أبشروا وأملوا فوالله إن الله كريم وأقول لكل من يشاهدني لا يكمل عيدنا حتى نزور المرضى و نسلم عليهم و نجاورهم و ندعو لهم و نقول أخذتم و أعطاكم الله ما أعطى القائمين الصائمين لأنه سبحانه و تعالى يعطي بالنية فأبشروا وأملوا و لا تشتكي لا تشتكي الله على خلقه إياك و كل من أتاك من إنسان جاء الداء في بدني الدكتور قال لي كذا الأشعة إياك صبر جميل و الله المستعان و سبحانه و تعالى هو اللطيف الخبير و لذا بعض المرضى شيخنا الكريم عند زيارتهم تجد لسانه يلهج بالحمد و الشكر لله عز وجل في حين تسأل الطبيب عن حاله فالحقيقة نعم الحال متعب جدا و لديه أمراض لديه أورام لديه أمراض مركبة ليس مرض واحد فقط و مع ذلك دائما لسانه يلهج بالحمد لله عز وجل مع أنك سخط أو حمت البلاء هو واحد يعني نريد أيضا توجيه في ذلك لن يتغير ذلك و لذلك أحباب الصبر الجميل هو الصبر الذي لا تشكي معه الصبر الجميل هو الصبر على من قضى القضاء سبحانه و تعالى الله سبحانه و تعالى أرحم بي من نفسي فلماذا يكتب الأداء في بدني لأنني على طريق سلكه الأنبياء الأنبياء منهم من نشرت عظامه نشرا و منهم من رمي فسال الدم من عقبه و من وجنته من الأنبياء من فقد أبناءه الحبيب صلى الله عليه وسلم مات أبناؤه إلا فاطمة الحبيب صلى الله عليه وسلم شج رأسه كسيرت رباعيته بأبيه و أمني كان يوعك و كان يقول لفاطمة أني أوعك كما يوعك الرجلان منكم كان الحبيب يفرغ عليه من القرب كأكثر من قربه من الماء حتى لعل بدنه أن يبرد من الحمى كان عليه الصلاة و السلام يشعر بما نشعر آلام و مع ذلك ما كان لسانه إلا شاكرا و ما كان قلبه إلا صابرا فيا أيها المرضى والله إن للمرض نعمة وله فوائد لو علمتها يا عبد الله لتمنيت أن لو كان البدن كله ينضح بالداء دون أن تتحدث المرأة التي تأتيه إني أصرع و هي عجوز سوداء تصرع قال إن رأرت دعوت الله و رفع ما بك من داء أو تصبرين والجنة قالت أصبروا لكن أدعو الله ألا أتكشف فكانت تمشي و كان الصحابة يقولون من أراد أن يرى أحدا من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء نعم البلاء و الداء و من اللي طابت مشاربه و من اللي زانت أيامه و من الذي صفت مشاربه والله لا يوجد أحد لذلك يا مريض يا مريض الله يراك و يرى مكانك و يرى حاجتك و يرى الفراش يأكل ظهرك و يرى الأنين و هو قد خرج من رئتك و يرى دمعك و قد بللت مفرشك و وسادتك لكن قل يا رب و لا تشتكي إلى مخلوق و كما قال الشيخ ابو عبد الله كث أكثر من قول الحمد لله الحمد لله فإنها الدرج الذي يصعد بك في سلم الرضاء و الذي يبلغك إلى جنات النعيم الشيخنا البعض قد يحرم لكبر سنة و لمرضه من الصيام بسبب توصية من طبيب مسلم موثوق يعني يشعر بالحسرة يشاهد غيره و قد صام هذا الشهر الكريم و نال هذه الأجور العظيمة يعني نريد منكم بشارة الله و بشره أن الأجر ليس من طبيبه حتى نقول إن الطبيب منع الأجر عندما أمرني بالفطر الأجر من الله و الله جل وعلا إذا الآن إنسان منه شرب ماء و هو ناس إنما أطعمه الله و سقاه و كذلك أقول للمريضي المسلم إذا أمرك الطبيب بالفطر إنما أطعمك الله و سقاك فواصل في فطرك و كل علاجك و اطمئن البعض منهم أيضا لا يستطيع أن يذهب يصلي مع الناس في الجامع فإذا رأى الناس و هم يذهبون إلى المسجد و يروحون تحرك في قلبه حسرة إياك أن تتحرك ألست في قوتك و في شبابك كنت قائم بالصيام و الصلاة قال بلى إذن أبشرك هو كما كنت في أقوى حالاتك كأنه صائم يا شيخ كأنه صائم كأنه قائم كأنه تالي يا شيخ وقف الله يرحم والديك أصبر أنا ما صمت نعم لكنك كنت تصوم و لذلك لما منعك المرض ما منعك التهاون منعك المرض أجرك كامل كأفضل يوم صمته في صحتك الله كريم الله عظيم و لذلك نقول نحن نغبطك نغبطك أن تأكل تشرب و تأخذ الأجر و غيرك يترك الطعام و الشراب و مع ذلك و له الأجر كيف يتساوى لأني أتعامل مع رب مع رب سبحانه و تعالى أذكر دعابة يقول شايب يقنع للشايب يقول له يا بس نود يصوم قال يا أوليد يا أبو فلانا أننا ما نتعامل مع شريطي أننا نتعامل مع رب يا شيخ هذا هو كله لازم شرط بشرط عطني أعطيك هذا رب يعطي على النية مجرد إقبال القلب إليه يعطي الأجر عليه سبحانه و تعالى و أنه غني عنه يا شيخ و هو غني و هو كريم ثم سؤال من الذي كتب المرض عليك هو هو الذي أباح لك الفطر أنت أنتهي الذي كتب المرض هو الذي أباح الفطر فلك أجر لذلك بعض الأمهات وبعض الآباء يقولون لكني ما أحس أني مرتاح أتدرون أن المريض إذا صام والطبيب يمنعه ارتكب خطيئة و إثما لماذا كيف إثم و أنا صائب الطبيب يقول هذا يؤثر في صحتك يؤخر البر أو يعدم البر يسبب المرض فأنت تلقي بنفسك إلى التهلكة و الله جل وعلا يقول و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة و يقول و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة اطمئنوا اطمئنوا أيها الآباء أيها الأمهات أيها المرضى جميعا اطمئنوا فأجركم و لله الحمد كامل ثم إن الله جل وعلا جعل الكفارة بعد ذلك تقوم مقام الصيام تقوم مقام الصيام كيلو و نصف من أي طعام و يقتات و يدخر و بذلك تكون أجرك كامل أسأل الله أن لا يحرمهم أجر شيخنا نختم بهذه الفئات الفائزة الفئات التي بشرها الله عز وجل في القرآن الكريم و هم أهل القرآن نريد أن نتحدث عنه شيخ أولا نأبشر ذاك الذي يقرأ القرآن آناء الليل و أطراف النهار حتى إن بعضهم في العشر الأواخر هذه يختم في كل ليلتين ختمة و بعضهم في كل ليلة ختمة هنيئا لهم الثاني أقول للإمام المسجد الذي يقرأ و لربما البعض منهم يراجع حفظه إن كان يقرأ من محفوظه و يترك الطعام و الشراب حتى لا يمتلئ أحشاؤه بالطعام فما يستطيع يصلي بالناس رغير نظامه كاملا حتى يسمع الناس القرآن غضا طريا فيؤثر بالقرآن و يعذب القرآن شكرا لذاك الفائز الثالث و هو المؤذن الذي يبكر و يضبط و يزن لنا إقاع اليوم كله متى نأتي و متى نعود و يؤذن و ننتظره بشغف مع الغروب لنفرح بنعمة الله شكرا لك أيها المؤذن المراعي لمسجدك أيضا شكرا لعمال المساجد و خاصة المساجد التي يفطر الناس فيها و هم يخدمون الصائمين شكرا لرجل المرور شكرا لرجل الأمن شكرا لكل موظف الآن الآن الناس في إجازة و هو ليس في إجازة إنما يواصل دوامه و يخدم المواطنين و يخدم أمننا و يخدم مصالحنا رجل في البلدية و آخر في الجوازات و آخر شكرا لهم و قبله على عيونهم و جباههم أنتم أيضا من الفائزين شكرا أيضا من الفائزين ذاك الذي اعتكف اعتكف كأنه جلس في بيت الله و ثنى ركبته و قال أي رب لا أخرج من بيتك حتى تعتقني من النار إنك من الفائزين إن أخلصت الفائز في رمضان كل من صام إيمانا و احتسابا و قام إيمانا و احتسابا و تحرى ليلة القدر فقامها إيمانا و احتسابا كلهم قد فازوا لأن الله وعدهم أن يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم جميلة شيخنا تختم هذا اللقاء بكلمة لعلنا نتحدث بها و نجمل الفائزين في هذا الشهر الكريم نقول معاشر الأحباب نختم رمضان بالتوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له نختم بالعودة إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا قريب مجيب لربما أعطاك أجر رمضان كله بدمعة واحدة تسكبها هذه الليلة أقول لكل من أراد الفوز أخرج من قلبك الغل حتى تعيش في سعادة في هذا الرمضان في هذا العيد القادم أقول إن رمضان لم يكن متجر الإيمان فقط في فترة الثلاثين يوم بل هو دورة إيمانية مركزة معالية الجودة تجعل تصبغ كل أيام العام بالطاعة أسأل الله أن يعيده علينا أعواما عديدة و أزمنة مديدة و أمننا و إيماننا و لحمتنا و قلوبنا قد اجتمعت ترجمة نانسي قنقر